نعم للناس اللي دايما يعني أنا بشوف المطر دايما خير حلو جميل أنا حب المطر وحب الشتاء الدعنية ودايما أنا عاد أقول والنبي يا رب لو التقص عندنا يتغير ويتحول بقدرة قادر فيبقى تقص أوروبي كده والشتاء ينزل فيه التلج يبقى جميل يجي واحد يجي يقولك ايه يا عم فيه ناس ما بتستحملش السيء الشتاء عم يوسف الناس الغلابة في بلادنا أجي يقولك أنا وانا بحلم بدا بحلم أن ما يبقاش فيه عندنا غلابة في البلاد بصراحة والله العظيم أكتر حاجة أكتر حاجة بتمنها من ربنا سبحانه وتعالى أن بلدنا ما يبقاش فيها فقر خالص وبعد كده الفقر هيخلصوا من العالم وأنا صغير نغار جدا كنت متخيل أن أنا ممكن أبقى غني غنى فاحش أنا ما عنديش أي أحلام رأسة مالية على الإطلاق لكن كنت بقى بفكر في ايه أنا هوزع الفلوس على الناس علشان ما يبقاش فقرة تاني وأنا طفل صغير كده بمنتهى البراءة وبعدين كان فيه واحد راجل بيعدي في شارعنا بيقول حي على الفرج أو الله وأنا كنت مسميه عم فرج طفل يعني كان عندي ثلاث سنين فأنا بسمعه يقول حي على الفرج فالناس تروح مثل عداب اللي فيه الاسمة يعني فأنا بقى ايه كنت محوش في الحصالة بتاعتي محوش فلوس وأنا بقى في التحويش مقولكش اردم سلسل المهم رحت واخد كل التحويشة بتاعتي بقى عارف انت نور الشريف شاء عمري تحويشتي دي بقى كانت عشرة جنيه المصروف بقى بتاعي الزغنطوت والعدية اللي بخط عشرة جنيه عشرة جنيه ده سنة تمانية وسبعين تسعة وسبعين ده رقم بالمناسبة عشان تبقى عارف يعني يعني يعمل له مثلا ايه أستك من بتوع اليومين دول تقريبا اظن اه تقريبا رحت قلت له يا عم فرج ده من الشباك والله 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 وحياته لدي ده اللي حصل يا عم فرج يا عم فرج انا بسميه كده رح الراجل كبير طيب كده وكان ابيض ودقنه بيضة كده وبيلبس طيش بيكة بيضة ودايما تلاقيه لابس نظيف فلة فلة والله العظيم ووشه طيب فراح بصصلي كده وانا بقى لميت الفلوس وحطتها في كيس نايلون وروحت رابطها قطوله امسك قلقف 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 وروحت حدفله الفلوس او الله انا هنا مش بقولك ان انا بقى اللي هو اهل يعني انا رجل البر والخير وعلى طول بدفع الفلوس اللي لا خالص انا بقولك هي تصوراتي لفكرة عدم موجود غلابة في العالم لا احب ان ارى فقرا حقيقي مش هزار اكتر حاجة تقتلني ان انا شوف حد فقير او انه حد يبقى محتاج علاج ومشلاقي محتاج اكل ومشلاقي محتاج ايجار البيت ومشلاقي محتاج مصاريف المدرسة ومشلاقي محتاج لبس المدرسة ولا كتب للعيال ومشلاقي تقتلني اتمنى ان احنا نوصل في يوم من الايام في بلدنا ان احنا منشوفش الغلابة مش منشوفهمش يعني هنخبيهم يبقوش موجودين بتمنى الامنية دي وانا عندي شكل من اشكال اليقين نوعا ما في يقين انه اليوم ده انا هشوفه قبل ما قبل وجه رب كريم يعني او قبل ما اطلع معيش اعتقد ذلك اعتقد ذلك